شهد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية أدكس إقبالا كبيرا وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهي قدرات الدولة أو الدول الرائدة في تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية القبرى وأعرب الزائرون عن ساعدتهم بما شهدوا من أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية عالميا بكفة أجنحة المعرض كما شهدت فعليات اليوم الثاني للمعرض عقد عدد من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية حيث التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى وزيرة الدفاع في زمبابوي يرافقها رئيس أركان زمبابوي وشهد اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم في عدد من مجالات التعاون العسكري كما التقى أيضا وزير الدفاع وزير الدفاع أذربيجان والتقى وزير الدفاع أيضا وزير الدفاع بوركي نفسو ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة لجمهورية أرمينيا كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة اليمنية ورئيس أركان القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر